السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معاكم أم ميور لتفسير الأحلام بشكر جدا كل الناس اللي بتبتدي تتواصل معي وتشترك معي في القناة وبشكر جدا كل الناس اللي هتشترك معي في القناة أحبتي في الله أرجو الاشتراك في القناة يصلكم كل جديد بأمر الله تعالى النهاردة بإذن الله تعالى هنتكلم عن رؤية عصير البرتقال للمرأة المطلقة في المنام علامة يدل ده اللي احنا هنقوله النهاردة بس بعد ما نصلي على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله بالنسبة لرؤية عصير البرتقال للمرأة المطلقة ده بيدل على قدوم السعادة والرسط لها والأولادها بأمر الله تعالى ولو ما كانش عندها أولاد ده دليل على السعادة القادمة لها في الفترة القادمة بعد المشاقة والتعب اللي عانت فيه في الفترة السابقة لها بأمر الله تعالى يعني رؤية البرتقال أو عصير البرتقال للمرأة المطلقة من الرؤية المحمودة بأمر الله تعالى لها بإذن الله والأولادها طب لو هي شافت أن في منامها أن زوجها السابق بيعطيها وبيديها كباية فيها عصير برتقال ده بيدل على إيم؟ ده بيدل إن شاء الله بإذن الله تعالى زوال المشاكل اللي كانت بينها وبين زوجها السابق وإن شاء الله بإذن الله تعالى هيحصل صلح بينها وبين زوجها السابق يعني فيه أمور إن شاء الله بإذن الله هتتحل وهيبقى فيه خير ليها إن شاء الله وإن كمان الزوج السابق ده لو كان فيه عيوب هتتغير بأمر الله تعالى وهيبقى أحسن من الأول إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني رؤية عصير البرتقال للمرأة المطلقة من الرؤية المحمودة اللي بتدل على الخير والسعادة ليها بأمر الله تعالى بشكركم جدا على حسن استماعكم لي أحبتي في الله أرجو المشاركة بأمر الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته